بفعل استمرار تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود اليونانية بخاصة البحرية منها الاتحاد الأوروبي يمهل الدولة اليونانية فترة ثلاثة أشهر كي تزيل الخلل في نظام مراقبتها لحدودها في حال لم تتمكن الدولة اليونانية من ضبط حدودها قد تفرض رقابة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي المراقبة الحدودية الفعالة تشمل أيضا عمليات تسجيل اللاجئين وأخذ بصماتهم في المراكز المختصة لهذا التسجيل وهي مراكز معروفة باسم هوت سبوت